في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ منظمة الأمم المتحدة يظهر أمينها العام ليعترب بفشل منظمته أمام قتلة الأطفال في اليمن مملكة السعود والتي تعتبر ثاني دولة إجرامية تشطب من قائمة العار الأممية بعد الكيان الصهيوني نتابع حثف تحالف العدوان السعودية من قائمة العار يسقط الأمم المتحدة في عار التواطئ مع قتلة الأطفال في اليمن في فضيحة أممية مدوية وضعت المنظمة وأمينها العام وللمرة الأولى في موضع التابع الذليل أعتقد أن هذا الأمر مؤلم وصعب وقرار صعب ينبغي أن يتخذه لأن هناك العديد من المساء الخطرة وبسبب ذلك لا يمكنك أن تدمر البيت بأسره ينبغي أن تعالج الأمور خطوة خطوة وأن تأخذ بعيداً اعتبار أن هناك الكثير من الأزمات التي تحدث في وقت واحد وقد كان مؤلماً من سبتلي بان كيمون القلق دائماً يخرج معلناً للعالم حقيقة هذه المنظمة فمن تدافع عن الحريات وحقوق الإنسان تخضع اليوم قراراتها للقتل فالأشرف لبان كيمون الاستقالة على التبرير بوجود تهديدات وضغوطات عليه نفاها العدو السعودي مؤكداً أن ما صرح به بان شأن يعنيه التهديد ليس من طبيعتنا أو ثقافتنا وإذا فهم السيد بان كيمون أن توضيحنا للتقرير الذي عرضه بأنه تهديد فهذه مشكلته وهو الذي اجتهد بتفسير تفاصيل التقرير شأن يعنيه وما يعنينا نحن أن اليمن باتت هي المركز الرئيسي لفضح هذا التواطئ العالمي ومن أكبر منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان في العالم أقدمت على شطب دولتين مجرمتين فقط على مر تاريخها من قائمة عارها وهما إسرائيل ومملكة آل سعود قتلت أطفال فلسطين واليمن وثنائي الإجرام في المنطقة وبمضلة الأمم المتحدة وعار وخزي يلاحق الجميع عمد النجار الفضائية اليمنية ترجمة نانسي قنقر